أعوذ بالله من الشرطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وإخوانه من بعده مدحه الله عز وجل في سورة القلم وقال بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسترون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم هذه الآية الكريمة صورت حسن الخلق وكأنه عرش يتربع عليه سيد الخلق سيد ولد آدم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي قال على نفسه أدبني ربي فأحسن تأذيبي وله شهادة عظيمة من أقرب الناس إليه إنها السيدة العظيمة سيدتنا عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عندما سئلت عن خلقه قالت كان خلقه القرآن أيها الإخوة الكرام أيها الأحباب الكرام أيها المستمع الكريم الدين هو حسن الخلق ومكالم الأخلاق صفة أساسية من صفات الأنبياء والصديقين والمصلحين ومن أراد أن يسير على دربهم لا بد أن يتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلق الحسن يرفع المؤمن درجات ويرفعه مقامات فعن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل إن الرجل لا يدرك بحسن الخلق درجات الصائم القائم الضمآن في الهواجر وسوء الخلق في المقابل يكون سببا لدخول النار وخصوصا بالنسبة لمن هو قائم صائم ولكن أخلاقه سيئة فعن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رجل يا رسول الله إن فلان تكتر من صلاتها ومن صيامها ومن صدقاتها غير أنها تؤذي جيرانها سوء الخلق فما هي النتيجة؟ تؤذي جيرانها بلسانها قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في النار إذن لم ينفعها صيامها ولم ينفعها قيامها مع وجود سوء الخلق وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ما يدخل الناس إلى الجنة أكثر ما يدخل الناس إلى الجنة الجواب أيها الأحباب الكرام تقوى الله وحسن الخلق فنقف مع صحابين جديد وهذا الصحابي سمعته زوجته يقوم الليلة كله ويقومه بدعاء هذا الدعاء اللهم يا ربي كما حسنت خلقي حسن خلقي اللهم يا ربي كما حسنت خلقي فحسن خلقي وهناك حديث لأبي الدرداء رضي الله عنه يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق فحسن الخلق هو من العبادات العظيمة ومن الأمور الكبيرة التي بها يبلغ المؤمن مقامات كبيرة وكبيرة عند الله عز وجل فاللهم كما حسنت خلقنا حسن أخلاقنا واجعلنا يا ربي ممن ألبستهم هذه الأخلاق الحسنة وفقنا يا ربي لما تحبه وترضاه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته